ألا يا حل ما زلنا متابعين في فقراتنا في ستوديو صباح الخير يا مصر ونجب الفعل عودة قوية جدا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بثلاث مباريات يوم أمس فاركو تعادل في اللحظات الأخيرة مع فريق البنك الأهلي للتحاد السكنداري فاز على فريق أسوان أما السيراميكا فقد تغلب على النادي المصري بعد مبارارة إعوام وثيرة النهاردة بيعود النادي الأهلي أمام درويش الإسماعيلي يبحث عن اللقب الغائب منذ سنتين أما القلع البيضاء الزمالك فسيقف اليوم أمام سموحة في مباراة مهمة جدا هنتكلم النهاردة عن دوري المصري الممتاز لكرة القدم وعودته وعودة لقاءاته المثيرة وعودة مبارياته القوية بصحبتنا النهاردة النقد الرياضي الأستاذ أمير نمير منوّرنا في ستوديو صباح الخير مصر أهلا بحيث نمير صباح النور أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم شوفنا برح امطلقة الدوري المصري يعني إزاي يعني فيه ثلاث مباريات ربما تلعبوا يعني أنت شايف إيه أقوى مباراة من الثلاثة تلعبت وشايف أفضل فريق بالفعل قد اللي يعني نعول عليه ونقول أنه هو يعني إيه الحصان الرابح صحيح يعني دايما في البدايات في بداية الدور المصري بيبقى فيه تخوف شوية من أن المستوى ما بقاش فيه أفضل حالاته من أن يبقى الأندية متأثرة في فترة راحة صحيح فترة الراحة مش طويلة قوي لأن الموسم اللي فات ما انتهاش من فترة كبيرة لكن بيبقى فيه برضو بعض التخوف أن حتى الأندية اللي عملت صفقات كثيرة احنا بنتكلم على 187 صفقة لكل الأندية ده رقم قياسي الحقيقة بالنسبة لأن دية الدور المصري فيه فترة الانتقالات الصيفية تعقودات كثيرة يعني كل الأندية غيرت جلدها بالكامل زي ما بنقول فبالتالي عندنا يعني ممكن يبقى فيه حالة عدم انسجام شوية ما بين اللعيبة الجداد والقدامة لكن اللي احنا شفناه الحقيقة مستوى مبشر في بداية مسابقة الدوري فيه رغبة عند الفرق فيه تحقيق انتصارات انها تضمن مبكرا أماكن متقدمة في جدول الدوري بتختلف طموحات الأندية ما بين اللي بينافس على القمة ولقب البطولة وما بين اللي بيبحث عن دخول المربع الزهبي على أقصى تقدير وما بين اللي بيبحث عن منطقة أمنة في جدول المسابقة ولكن في النهاية الهدف واحد هو التلت نقاط في كل المباراة ويمكن شفنا انتصارين وتعادل لكن كان فين الدية ما بين الفرق المتنفسة ونتمنى ان ده يستمر مع يعني تواصل الجوالات خاصة ان احنا بنشهد جدول ايضا مضغوط على غرار السنوات الماضية للدوري المصري على أمل ان تنتظم المسابقة في مواعدها الطبيعية من الموسم المقبل بإذن الله طيب الصفقات بالنسبة للفرق شايف ايه الصفقات اللي جاية في هذا الموسم ومن وجهة نظرك ايه صفقات ناجحة هو الملفت طبعا حتى من الجولة الاولى ان الصفقات الجديدة سجلت يعني لو بنتكلم عن اول مباراة او يعني انطلاقة المسابقة بشكل عام بطولة مباراة الاتحاد السكنداري واسوان على ملعب نادي اسوان والفوز لزعيم الصغر بهدف النجيري اوستن اموتو هو اللعب القادم من النادي المصري في فترة الانتقالات الصيفية سجل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة ليل الاتحاد ايضا منتكلم عن يمكن البنك الاهلي وفاركو تعادل باقدام اللاعبين قدامة او موجودين بالفعل لكن في مباراة سيراميكا بالاتحاد واسوان هنا اه بالضبط يمكن ده الهدف اوستن اموتو يمكن من الصفقات اللي راهن عليها نادر اتحاد سكنداري في فترة الانتقالات الصيفية شفنا عديد الانتقالات للاعبين من اندية لبعضها حتى على مستوى اللاعبين الاجانب يعني شفنا دي ظاهرة برضو من ظاهر سوء الانتقالات الصيفية ان في لعبة كتير اجانب انتقلوا ما بين الاندية وبعضها منهم اوستن اموتو ومنهم ايضا اللي سجل هدف في مباراة ختام اليوم الاول وهو النجيري الاخر جون ايبوكا اللي كان منتقل من امبي الى سيراميكا كيليو باترا وسجل هدف ضمن سلسية فريقه ايضا سجل كان سيب مباراة ايه عن بارح سيراميكا لعبها مع المصري الفورسعيد ايه امكان رسالة قوية من سيراميكا للاندية ويمكن المصري يعني كنا مفاجأة انت توقعت ان في حراك في سيراميكا يعني هو الصفقات اللي عملها كانت مميزة جدا خاصة في الشق الهجومي يعني نتكلم على جون ايبوكا قوة هجومية من هدافي دوري الموسم الماضي مع فريق امبي وكان يعني محل صراع ما بين الاهل والزمالك واسم ارتبط كتير بالاندية احمد ياسر ريان طبعا وجوده اضافة قوية ميدو جابر اضافة الى العناصر الموجودة في الفريق بالفعل زي محمد ابراهيم في صناعة اللعب يعني كتير من العناصر مميزة الحقيقة وقدرت انها تدي شكل هجومي افضل لسيراميكا من الموسم اللي فات يمكن البعض كان يعيب على سيراميكا الموسم اللي فات مكانش على مستوى الاسماء اللي كانت موجودة عنده مقدمش الشكل المطلوب منه خاصة في الدور التاني من الدوري السنة دي بيشوف شكل مختلف خاصة عقصات فريق ايضا مدجج باستفقات او تم تدعيمه بعدد كبير من اللاعبين وجهاز فني جديد بقناة الكابتن هاب جلال كل ده يمكن بيدي تفاوقة بيدي كريت افضل لسيراميكا ان هو قدر يحقق الفوس في مبارات في مباراته الاولى في الدوري ويدي برضو يعني جرس انزار شوية للنادي المصري ان لازم الأمور يعني تعود الى المصار الصحيحة في اقرب وقت طيب واضح انه فيه تقدم لفاركو وسيراميكا كيلو باترا والبنك الاهلي وفيه يعني على مستوى الصفقات شغلة عالي حاصل ده شايفوا ازاي مع بداية الدوري هما بدئين بداية قوية يا طبعا زي ما بنتكلم ان البداية القوية لكل الاندية بتعكس طموح كل نادي يعني الاندية اللي عايزة تأمن وضعها من بدل شفنا الصراع الهبوط في الموسم اللي فات يعني استمر حتى الجولات الاخيرة فبالتالي كتير من الاندية لما بتراهن على صفقات جديدة الصفقات مش بس ده اسمه الصفقات العيبة فيه صفقات على مستوى الاجهزة الفنية كمان يمكن دي برضو بتعتبر يعني في بعض اندية مصدر قويتها وجهاز الفني جديد او بتراهن على ان المدير الفني هو اللي يقدر او هو يكون الحلقة المفقودة في الفريق هو اللي يقدر يكمل الشكل اللي بيعتمدوا عليه فبالتالي كل فريق عايزي يبقى الانطلاقته قوية في بداية الدوري حق يعني مركز كويس ده هيساعده من الاسابيع الاولى اللي هتبقى مضغوطة نوعا ما خاصة يمكن ربطة الاندية اعلانة جدول المسابقات حتى نهاية الدور الاول واللي بينتهي معه فبراير المقبل بإذن الله فبالتالي يعني لما نشوف انطلاقة قوية لكل الاندية النتائج يعني هيبقى فيه تنافس بشكل كبير جدا ده هيدي فرصة لان الصراعي بقى مشتعل من البداية مش بس على اماكن القمة لا على كل المراكز الحقيقة ولسه بانتظار بقية المواجهات النهاردة لثلاث مباراة ثم ختام جولة غدا بإذن الله ان شاء الله الموسم اللي فات كان فيه كلام كتير جدا يا فانتم على قصة التحكيم وربما الموسم ده احنا يعني بدئين ومعانا محكم اجنبي بيتولى الاشراف على التحكيم على المحكمين المصريين يعني هل حسس ان فيه فرق بنسبة قد ايه تقييمك للقصة التحكيم دي هو ملف التحكيم هو ملف شائق شوية للناس اتكلمت فيه كتير يمكن من سنتين بالزبط بتادينا نطبق تقنية الفرو دي تقنية خلاص يعني نقدر نقول في العالم كله خلاص بتادي تنتشر بشكل كبير جدا خلاص يعني ما نقدرش نقول وكنا متأخرين قوي كنا متأخرين شوية صحيحة التقنية كانت محتاجة لبعض التنقيح وبعض التعديلات انها تظهر في افضل مظهر بالنسبة لمباراة الدور المصري خاصة فيما يتعلق ب يعني الامكانيات المساعدة زواية التصوير الكاميرات الاخراج كل الامور دي اللي بتساعد الحكم زاد طبعا الجزء الاساسي لارتقاء بمنظومة التحكيم نفسها ايه الحالات اللي ممكن الحكم يلجأ فيها للفار وايه الحالات اللي ممكن الفار يدخل فيها كنا شفنا جدا كتير في الموسم اللي فت مع نهاية الموسم الماضي كان فيه تواجد للانجليز مارك خلاتنبرج الحكم او الخبير التحكيمي الاجنابي اللي كان له خبرات كبيرة سواء في اليونان او في السعودية البعض اتفاقل ان هو يقدر يعني يمثل اضافة لملف تطوير التحكيم اللي بيبقى ملف من ضمن او لويات اي مجلس ادارة الاتحاد الكرة بالتأكيد يعني لما يبقى عندك منظومة تحكيم جيدة بتسعى لتطويرها هيبقى عندك مسابقات مفهاش اي مشاكل او مفهاش يعني هتقلل نسبة المشاكل اللي فيها صحيح ان دايما التحكيم على مستوى العالم هو مصار جدل ومفيش اي مدير فني بيبقى راضي عن التحكيم مفيش مدير فني بيطلع يقولك انا خسرت لان انا وحش او فرقتي وحشة كله اكيد بيقول ان التحكيم كان له دور النهاردة بنتفرج على قمة منشيستر سيتي وليفر بول في الدورة الانجليزية بيب جورديولا بيطلع يتكلم عن ان الهدف اتلغى بسبب ضغط الجماهير وان الحكم استجاب لانه هو خطأ قبل الهدف الهدف المالغي بالنسبة لمنشيستر سيتي لكن يعني اجابة على السؤال الحركة بتقوله ان هل كان فيه تطور ملحوظ يمكن لو لاحظنا مباراة مباراة بالاخص يمكن مباراة فاركو والبنك الاهلي كان فيه كمية التحامات كبيرة يمكن حكم محمود ناجي على ما تذكر اللي كان بيدير اللقاء ما بيديش يعني مش كل خطأ مش كل التحام بيدي خطأ فوضح ان دي كانت تعليمات كلاتنبرج ان اللعب القوي مسموح بيه يعني مش اي لان برضو صمعت الكرة المصرية والعربية شوية ان فيه توقف للعب كتير وان بيبقى فيه يعني اخطاء قد لا ترقى لمستوى المخالفة ولا يتم يحتسبها عادي يعني عايز تقولي عايز اللعب يبقى رتم اللعب أسرع شوية بيبقى الاحتكاكات دي موجودة في كل المباراة ولكن طبعا بيبقى بحرص شوية والله حط يده على ملف التحكيم ده بصراحة كان يعني فعلا يعني عالج نقطة مهمة طبعا هو دي حاجة مهمة بالنسبة للحكام لان طبعا الجزء الاهم برضو اللي هنسوفه في الوقت كان الكابتن حازم اما اظن هو طبعا الكابتن حازم كان مشرف على موضوع اختير كلاتنبرج وان هو يبقى موجود في ادارة التحكيم او منظومة التحكيم وتطويرها وكان الفترة اللي فاتت يمكن عجبني كلاتنبرج ان هو اجتمع مع الاعلاميين ومع مدير الكرة في الاندي عشان برضو رسالته تبقى واضحة ليه لان احنا بتشوف شوفنا الموسم اللي فات حالات اعترات كتيرة جدا على التحكيم وان انت لما الحكم بيلجأ للفر انت اللي بتوجه الحكم تقوله طب شوف دي طب شوف دي لا طبعا ده مش مش طبيعي ومش منطقي لان انت مفروض ان الحكم خلاص طالما الحكم عارف ان الحالات اللي هيلجأ فيها للفر انت مش محتاج ان انت تقوله او توجهه في حاجة زي كده الثقافة دي مهمة جدا انها تصل للعيبة تصل للإعلام تصل للأجهزة الفنية بحيث ان انت تقلل شوية من مشاكل التحكيم اللي عندك مش هقول ان المشاكل هتختفي هتفضل الاعتراضات موابودة موجودة في كل حتة زي ما كنت بتقول سموتش ليبربول ومنشستر سيتي صحيح طب نروح للقمة المبكرة ما بين الاهلي والإسماعيل ويمكن العام التالي على التوالي احنا بنشوف القمة المبكرة دي وموتشين للأهلي أمام الاتحاد المنستيري فيه أداء أفضل ولو ان الاتحاد المنستيري الناس كانت بتقول انه غلب يمكن الناس من كبار الفرق التونسية فكانوا شوية متوجسين منه شايف أداء الأهلي ازاي قدام الاتحاد المنستيري وده مؤشراته ايه على الدوري ويطرى اللعيبة هتفضل تلعب بنفس الطريقة لانه مشارك بنفس اللعيبة صحيح ويمكن الحاجة المهمة الأهلي البدايته في مشوار البطولة الأفريقية كانت بداية موفقة الفوز خارج الأرض ثم تكرار الفوز على أرض وبيدي ثقة للعيبة وبيدي الأهم بيدي ثقة للمدير الفني وصلاة مدير فني جديدة على الكرة المصرية مارسل كولور المدير الفني اللي يعني ابتدت لمساته تباد وابتدى البعض يتفائل ان هو مدير فني فيه جمل تكتكاب تتحط فيه بعض اللمحات بعض اللمحات الفنية المميزة فيه أداء النادي الأهلي برضو كان الحصن حظه أن يمكن أولا دي الأهلي ما عقدش صفقات كتير يعني هم نتكلم في ثلاث لعيبة نتكلم فيه البرازيلي برونو سافيو شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا السلاسي اللي شارك يمكن شفنا شادي حسين بشاركه وأداء قوي وتواجد جيد أمام المرمى لسه طبعا ما سجلشه لكن محتاج ثقة أكبر في الفترة اللي جاية برونو سافيو لما ساته جيدة الحقيقة وممكن يبقى إضافة حقيقية فبالتالي كمدير فاني لما العناصر اللي عنده تقدم الشكل اللي هو عايزه بيبقى فيه حالة من الارتياح عند المدير الفاني أن أنا هقدر أخش بها بطولة الدوري وأنا عندي دفعة معنوية قوية مش بس النتاج لاي الأداء كمان مطمئن معضلة الأداء والنتاج دي كانت دايما هاجس عند مش بس جميلة لاي أي نادي كبير بينافس على بطولات دايما بتبع عايز النتاج جيدة وعايز الأداء برضو مرضي ومقنع لحد ينجيبير كبير بيتسو موسيماني المدير الفاني جنوب أفريقي كان رغم الإنجازات الكبيرة اللي حقاقه ولقابين بطولة أفريقيا لكن برضو كان فيه تحفظ شوية على الأداء في الفترة الأخيرة له في قيادة الناد الأهلي فبالتالي لما نشوف قمة زي الأهلي والإسماعيل هتبقى اختبار قوي ليش بس الكولر والناد الأهلي هتبقى على الجانب الآخر أيضا للإسباني إخوان كارلوس جديده في الناد الإسماعيلي خاصة إن الدرويس شوفنا عدد كبير من الصفقات أسماء كبيرة تعاقد معها الإسماعيلي في فترة الانتقاط الصيفية دي هتدي قوة وإثارة وندية للمباراة شايف يبقى اليوم دور النهاردة صالح جمعة ومصطفى مرسي بالتأكيد وباسم مرسي وصالح جمعة بالتأكيد يعني هيبقى أكيد وعبد الرحمن كلبالي أو عبد القادر كلبالي المهاجم اللي انضم أيضا للقايمة قبل المباراة فبالتأكيد كل دي عناصر أنا كمدير فن لما بختار الصفقات الجديدة أو العناصر الجديدة اللي موجودة عندي في القايمة يبقى أكيد هيبقى لها دور في المباراة ممكن برضو الجانب المعناوي شوية وممكن كمدير فن الإسماعيلي يلعب عليه شوية لأنه على مستوى الموجات الأخيرة من الأهل والإسماعيلي تفوق كبير للناد الأهلي شوفناش الإسماعيلي قدر يحقق نتيجة إجابية في السنوات الأخيرة القصاد الناد الأهلي يمكن آخر تنصر مباراة قريبا تفوق كبير للناد الأهلي يمكن هذه الصفقات تغير المعادل في مباراة اليوم طيب الناد الأهلي يعني في آخر مباراتين لعب بنفس التشكيل هل تعتقد أنه كلها هيلعب بنفس التشكيل ولا ممكن يغير النهاردة في مباراته مع الدرويش دايما لما بيبقى مدير فن جديد لما الأمور بتمشي معه بشكل إيجابي فيه بيكمل على بالزبط كده يعني هو خلاص ما بقاش عنده رفاهية أنه يغير قوي لأنه خلاص اللعيبة اللي أنت بتعتمد عليها في طريقة اللاعب في الخطة في الأداء في تنفيذ المهام المطلوبة منهم لما ده بيحقق لك مش هولك بنسبة 100% لو بنسبة 80% أو 90% خلاص بتستقر على العناصر اللي عندك عشان يبقى فيه هارموني أو تناغم بين اللعيبة وبعضهم البعض ممكن تدي برضو تغيراته بقى في أدية الحدود ممكن لعب مكان لعب في مركز مكان مركز لكن طبعا أعتقد بنسبة كبيرة بيبقى ثبات التشكيل عنصر مهم بالنسبة لأي مدير فني أنه عايز يحافظ على استمرار مش بس النتائج لأداء اللي هو بيطلبه طبعا كل مباراة لها ظروفها ممكن مباراة الاتحاد المنستيري الأهل خاج بقى أفضلية من مباراة الزهاب مباراة الإياب كان عايز يحسن بدري وده اللي حصل بالفعل به الهدف المبكر اللي سجله ولكن طبعا أصد الإسماعيلي مباراة بتلت نقاط دوري مشوار طويل فبالتالي يعني كل مباراة بيبقى لها حسابات خاصة وكل مدير فني بيبقى عارف هدفه من المباراة ومشاركة اللعيبة حتى التبديلات برضو بيبقى لها هدف طيب الزمالك والإسماعيلي وفريرة حيفضل مكمل باللعيبة الزمالك واسموه عمات عفوا وفريرة حيفضل مكمل بنفس الطريقة واللعبين اللي شفناهم لأول مرة وأداءهم طبعا تنمو الفت جدا يعني بالتأكيد الزمالك 9 أو 10 صفقات في فترة الانتقالات الصحيفية فبالتأكيد في رغبة على الأقل لدى الجماهير إنها تشوف الصفقات تشوف التعقاطات الجديدة بعضها شارك بالفعل وبعضها إدى انطباع جيد في المشاركة الأولى وبعضها لسه يعني محتاج مزيد من الوقت يمكن بعض الغيابات عن القيمة بالنسبة للصفقات الجديدة سواء النضاي أو بالنسبة لعمر السيسي أو بالنسبة لمصطفى الشاربي ولكن موجودين في مشوار الدولي لسه البطولة الماراتون طويل في مسابقة الدولي ولكن في ظهور للبنيني سامسونج أكينيولا المهاجم البنيني اللي انضم في فترة الانتقالات الصحيفية يعني فريرة يمكن من مدرسة إن أنا بستقرع على المناصر اللي عندي بحب شغير كتير يعني يمكن ده اللي ساعده حتى في تحقيق لقب الدوري في الموسم اللي فات وبطولة استكمال مشوار بطولة كأس مصر وفاس باللقب هو خلاص لما كمدير فاني حتى في التدريبات بيحب يشتغل على مجموعة صغيرة من اللعيب بيحب يشتغل على العدد كبير ويمكن ده كان هدفه إن ما بقاش فيه صفقات كتير قوي في الفترة اللي فاتت ولكن معروف طبعا إن نادي الزمالك خرج من فترة إيقاف تعقودات فبالتالي كان محتاج إن هو يعوض بعض النقص في الصفوف فبالتالي بداية مهمة بالنسبة لنادي الزمالك بيبقى عليك ضغوط إن أنت كحامل اللقب محتاج إن أنت تحقق بداية جيدة تدي رسالة الخصوم إن أنت أقوى وبالضبط أقول جماهيرك إن أنت مكامل وإن أنا أنافس على اللقب للمسم التالي بطريق العشر المدير الفني لفريق سموحة يعني بيعتمد إن هو لما بيجي يلعب اللقاءات الكبيرة مع الأندية الكبيرة بطريقة الهجامات المرتدة وبيلعب ما بيلعب لعب دايق ما بيلعبش لعب مفتوح والهجوم بيبقى أكتر من الدفاع طريقتنا في كاس العالم فتفتكر هيعمل كده النهاردة هيغير وخصوصا مع عدد من الرحلين عن فريقه أنا وكابتن طريق العشر برضو من المديرين الفنيين اللي هم ليهم فكر مماهم بصمة صحيح يعني كل الأندية اللي دربها يمكن أخيرها طلعها الجيش في المسم اللي فات نتائج مزهلة الحقيقة في الدور الثاني تحديدا كيرف نتائج ارتاقى بشكل كبير جدا في الفترة اللي تولى فيها الإدارة الفنية طبعا مع احترام لي الكابتن عبد الحميد باسيوني اللي سبق وفيه تدريب طلعها الجيش ولكن يعني كانت بصمة واضحة برضو الكابتن طريق العشري مع كل الأندية اللي دربها مع سموحة أكيد تحدي جديد بالنسبة له هو كمدير فني للفريق في عنده برضو صفقات جديدة في عنده برضو بعض الرحلين عن الفريق في فترة الانتقاط الصيفية وبالتالي كمدير فني أكيد له استراتيجي معين بيشتغل بيه طموح معين بالاتفاق مع إدارة النادي أنا الترجل بتاع إيه السنادي أن أنا عايز أفنش فيه المركز الفراني فبالتالي كل ده بيشكل الانطلاقة بتاعت سموحة في الموسم اللي جاي صحيح؟ بداية مش أفضل حاجة أن أنت تبتدي مع مواجهة قوية مع نادي الزمالك لكن هو كمدير فني حق نتائج جيدة جدا في أساط نادي الزمالك في السنوات اللي فاتت مع عندها أخرى فبالتالي الفلسفة اللي بيعتمد عليها من الصعب أنه يغيرها حتى لو تغيرت العناصر اللي بيعتمد عليها هو كمدير فني زكاء المدير الفني أنه يقدر يطوع العناصر اللي عنده في طريقة اللعبة فرحلة مناسبة بطريقة مناسبة بطريقة اللعبة اللي هو بيعتمد عليها يمكن اللي هو الفوز الخاطف دايما بيعمله دايما مع الأهل والزمالك يمكن خرج بتعادل مع الأهل في قدراءة الجيش وفاز على الزمالك في الموسم اللي فات فبالتالي عنده أفضلية حتى مع نوية كابتن طري العاشر في مواجهة نادي الزمالك هيحاول يستغلها مع سموحة في المواجهة اللي بينهم بيرامدز ومباراة مش سهلة بيرامدز عامل أداء في أفريقيا لا يستهم به شايف المواجهة تكون عاملة زي النهار يمكن بيرامدز ظل منافس على الدور حتى الأسابيع الأخيرة في الموسم اللي فات وده يمكن يدي له دفعة كبيرة برضو أنه لا يعني أنا أبص النفسي بشكل أفضل إن أنا ليه ما بقاش منافس في كل موسم على اللقب ليه ما بقاش يعني مرشع حقيقي للقب مش مجرد مزاحم للأهل والزمالك على اللقب الدوري فبالتالي بيرامدز يمكن عنده حالة استقرار فني مكمل مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس يمكن بيحاول فيه فترة الانتقال الصفية بعض التدعمات يمكن بيغيب عنده بعض العناصر أيضا اللي مشيت زي دونجا وزي عمر جابر بانتقالهم لنادي الزمالك ولكن عوضهم أيضا ببعض الصفقات الجيدة سواء لعبين أجانب أو محلين بالإضافة لأنه عنده أصلا سكواد كويس يعني يمكن كتير من المدرين الفنيين أو المحللين شايفين أن سكواد بيرامدز يمكن أقوى سكواد في الفترة الأخيرة بالنسبة للأندية الدوري المصري عنده لعبة جيدة في كل المركز عنده اللاعب وبديله في كل المركز فبالتالي ما بيقاش عنده مشكلة كبيرة في الغيابات يمكن دي دايما نقول بطولة الدورة هي بطولة النفس الطويل أي مدير فني لما بيتعرض لغيابات في مركز معينة بيواجه أزمة شوية إنه إزاي هحل النقص اللي عندي ده بيرامدز ما كانتش كده السنة اللي فاتت يمكن عنده يمكن الزخيرة بشرية جيدة تقدر تعوض النقص ده في المقابل النهاردة مباراة وساط أمبي أعتقد أنها محتاج برضه بداية جيدة إزاي ما كانت بداية جيدة في بطولة الكونفيدرالية محتاج أيضا أنه يحقق بداية جيدة أيضا في الدولة إذن يعني بداية مثيرة وسخينة للدولة المصري الممتازة لكرة القدم بداية ربما فيها بشاير في ملف التحكيم بوجود كارتيرون الحكم الأجنبي ليكون يعني مايسترو يستطيع أنه يعني يقود كل منظومة التحكيم في مصر يخلي اللعب وإيقاعه أسرع وأفضل القلعة البيضاء والقلعة الحمراء كلهما يستعد الدرويش عامل شغل كبير خلينا نشوف يعني ماذا سيحمل هل حيحمل فعلا دولة المصري الممتاز مفاجئات من الإعارة السقيرة وخصوصا في ظل وجود أندية الشركات اللي استعدت بصفقات كبيرة جدا هل يلعب رأس المال دورا في أن تكون أسماء أندية الشركات الكبرى هي على رأس الدوري الممتاز أو تنافس على المربع الذهبي ولا لا نشكر للنقد رياض الأساس أمير نبيل نور النهاردة في سوديو صباح الخير للتحليل والتعقيب على هذه البداية السخنة للدوري الممتاز لكرة القدم شكرا جزيلا